احتضنت العاصمة الاردنية عمين نهر الاربعاء اللي فيت اشغال القمة العربية الثامنة والعشرين بحضور الاعضاء الثنين وعشرين الممثلين للجامعة العربية باستثناء سوريا اللي علقت جامعة الدول العربية عضويتها منذ الفين وحدش القمة هذي عرفت سقطات بالمعنى الحقيقي للكلمة بديت مع الرئيس اللبنيني ومع حاكم دبي أما البيان الختامي للقمة فإنه عالج القضايا الاساسية اللي كانت على جدول الأعمال وأولها القضية الفلسطينية وين اتفق الزعماء العرب للمرة الأولى على كسر الحواجز مع سلطات الاحتلال وفتح قنوات تعامل مباشرة وعلنية في سورة تراجع الكيين إلى حدود 67 أما في الشأن السوري فقد تم الإجماع على دعم الحل السياسي مع الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وفيما يخص الأزمة اليمنية فإنه مؤتمر قمة عمين رهنوا على الشرعية وعلى تنفيذ قرار مجلس الأمن أعدد 2216 وفي علاقة بالشأن الليبي دعم البيان الختامي خيار المصالح بين الفرقاء عبر حوار ليبي-ليبي تحت لواء الأمم المتحدة كما أدان البيانة أعمال العنف وانتهاكة حقوق الإنسين ضد مسلمي بورما وأكد التزام الدول العربية بمكفحة الإرهاب وإزالة أسبابه بالإضافة إلى تجديده على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزر طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى محل النزاع مع إيران قمة الأردن بدأت من غير دعم شعبي بسبب ثقدين الشارع العربي في قرارات زعماء الدول العربية على خلفية الصراعات والتطاحن اللي شبوا العلقة بين الفعالين الأساسيين وانتهت ببين ختامي بتعم البحر الميت اللي اجتمعوا فيها اشتركوا في القناة